بسم الله الرحمن الرحيم أبناء وبناتي طلبة وطلبات المدارس السنوية الزراعية أهلا ومرحبا بكم في لقاء جديد وحلقة جديدة لطلبة الصف الثاني برنامج فني إنتاج محاصيل الحقل إن شاء الله في حلقة اليوم حنتناول مع بعض مراجعة الوحدة الأولى ولما بنتكلم أبناء وبناتي في مراجعة هتكون الحلقة مختلفة تماما عن العرض لأول مرة لأنما بنكلم في مراجعة لا بد أن نتناول الوحدة من منظور آخر حتى نعدك للتقييم لهذه الوحدة ومعنى التقييم أنك تكون مطالب بتقديم أدلة التعلم هذه الأدلة أدلة التعلم المطلوبة منك يجب أن تكتزها لاجتياز الوحدة أو لكي يحكم عليك المقيم أنك طالب جدير أو غير جدير بعد علشان كده أبناء وبناتي لما بنجي نتكلم على هذه الوحدة اللي هي الوحدة الأولى اللي احنا أخذناها منذ فترة في حلقات سابقة وهي وحدة مقاومة الحشائش أو مكافحة الحشائش وضبط الكثافة النباتية علشان نراجع مع بعض هذه الوحدة ونعدك إعداد جيد للتقييم لهذه الوحدة لكي تكتزها من أول مرة وطبعا أبناء وبناتي أنتم في سنة تانية ولابد أن تعي تماما أهمية اكتيازك للوحدة من أول مرة لأن احنا قلنا أن في التقييم النهائي أو حينما تخضع لما يسمى بالمهمة أو التقييم النهائي ففي تقييم ملف الإنجاز الخاصة بكم في درجة لمن اكتاز الوحدات وحصل على جدير من أول مرة علشان كده أنا بنشدد وبنوصي أبنائي بضرورة متابعة المقيم بتاعك أو مدرسك وضرورة المواظبة على الحضور لكي تتقن المهارات المختلفة التي يختويها كل مخرج من مخرجات الوحدات التي تعرض عليك خلال الفصل الدراسي الأول أو الفصل الدراسي الثاني خلال السنة لأن هذه المخرجات حينما نقول المخرج فلابد أن نقول أن المخرج له معايير هذه المعايير هي أساسا عبارة عن إيه؟ عبارة عن مهارات عبارة عن إيه؟ مهارات بمعنى أن لكي تتعلم المهارة لابد أن يكون لديك مجموعة من المعارف هذه المعارف بتحصل عليها من خلال الدليل الطالب بتحتوي هذه المعارف أو بتؤهلك هذه المعارف أن تؤدي المهارة وفقا لمعيار الأداء علشان كده بنقول أن معيار الأداء أبنائي وبناتي هو عبارة عن مهارة مشروطة مهارة إيه؟ مشروطة علشان كده في مراجعتنا النهاردة لابد أن احنا نؤكد عليكم أنك إنت تكون ملم المام جيد بمعايير الأداء الخاصة بكل مخرج لازم تعرف كم معيار من معايير الأداء في هذا المخرج لأن هذه المعايير سوف تقدم في كل معيار دليل أداء يتوافق مع هذا المعيار يبقى معايير التعلم مطلوب أن أنتم تعرفوها خاصة أننا دلوقتي خلاص في مرحلة تقييم وحينما تخضع للتقييم فأنت بتطالب بأن تقدم أدلة تعلم بكافة أنواح سواء كانت دليل تساؤل شافي أو دليل تساؤل تحريري أو عبارة عن دليل بطاقة ملاحظة أو بطاقة مراجعة منتج كل هذه الأدلة أبناء وبناتي بتقدموها للمقيم وبتحفظ في ملف الإنجاز لكي تكون برهاناً وتوسيق لأنك أنت أكتزت هذه الوحدة فإحنا النهاردة إن شاء الله أبناء وبناتي هنتكلم مع بعض عن الوحدة الأولى اللي إحنا كنا عرضناها عليكم من فترة وهي وحدة يقاوم الحشائش ويضبط الكسافة النباتية وأنتم طلبة في سنة تانية وأبناء طلبة برنامج فني إنتاج محاصيل الحق لابد أن تكون لديك المعارف والمهارات التي تؤهلك لكي تكون طالباً جدير علشان كده هنعرض لكم مخرجات هذه الوحدة تفصيلاً على الشاشة علشان تبقى أنت متابع جيد وتبقى مستعد استعداد جيد للتقييم بتاعك وعلشان لما المقيم بتاعك ييجي يقولك إحنا هنتقيم النهاردة يبقى أنت أخدت فكرة وأنا بذكرك هوت بمعايير الأداء لهذه الوحدة زي ما هنشوف على شاشتنا أن هذه الوحدة اللي هي وحدة مقاومة الحشائش وضبط الكسافة النباتية تتكون من مخرجين اتنين المخرج الأول يقاوم الحشائش المخرج الثاني وهو يضبط الكسافة النباتية مخرجين اتنين عايزة كده تتعي معايا هذا الكلام كويس والتابعني أما بنتكلم على الوحدة الأولى خلاص إحنا بنقولك إيه إحنا بنعدك للتقييم إحنا مش بنشرح لأول مرة ما بنعرضش الوحدة لأول مرة لسه ما بنقولكش دلوقتي لأول مرة أنت بتسمع على وحدة مقاومة الحشائش وضبط الكسافة النباتية ومخرجاتها وبمعاييرها الأداء الخاصة بيها لا إحنا خلاص تجاوزنا ده ودلوقتي إحنا حنعدك لمرحات التقييم فبنقول المخرج الأول وهو يقاوم الحشائش أو يكافح الحشائش المخرج الثاني يضبط الكثافة النباتية طيب مقاومة الحشائش علشان ناخد المعلومات المعرفية ونلم بما هو مطلوب من معايير الأداء لكي نقدم أو نفي بأدلة التعلم التي تطلب مني في تقييمي أو أثناء تقييمي وخضوعي لعمليات تقييم هذه الوحدة يبقى بنتكلم على المعايير اللي هي معايير الأداء يبقى لما بنيجي نقول مخرج واحد يكافح الحشائش يكافح الحشائش يبقى هنا إحنا هنتكلم على معايير الأداء الخاصة بهذا المخرج فحنعرض لكم هذه المعايير المعيار الأول وهي يكافح الحشائش ميكانيكيا دون الإضرار بالمحصول الرئيسي يبقى لما نيجي نتكلم على المعيار الأول يكافح الحشائش دون الإضرار بالمحصول الرئيسي زي ما احنا شايفين على شاشتنا كده هذه الوحدة وحدة مقاومة الحشائش وضبط الكسافة النباتية المخرج الأول منها يكافح الحشائش فيه معيارين اثنين المعيار الأول يقاوم الحشائش ميكانيكيا دون الإضرار بالمحصول المنزرع المعيار الثاني يقاوم الحشائش كيماويا في العمر المناسب يبقى أبناء وبنادي أنا عندي المخرج دهوت يتكون من معيارين اثنين معيار واحد ومعيار اثنين طيب المعيار الأولين بيقول ايه؟ معيار الأداء الأول بيقول ايه؟ يقاوم الحشائش ميكانيكيا ميكانيكيا دون الإضرار شوف هنا الشرط بقى دون الإضرار لأنك حتخضع في عملية التقييم لبطاقة ملاحظة وانت بتقاوم المقايم بتاعك يقول لك ايه؟ عندي مجموعة الحشائش هنا في هذه القطعة أنا عايزك تقاومها بطرق الميكانيكية وتختار يبقى عليك أنك انت تعي تماما ما يطلب منك معيار اثنين يقاوم الحشائش كيماويا في العمر المناسب ولما نقول كيماويا يبقى هنا أنا هستخدم ايه؟ المبيدات التي تقضي على الحشائش داخل المحصول دون أن تؤثر على المحصول الأصلي وعلى نمو المحصول الأصلي المخرج التاني اللي هو يضبط الكثافة النباتية طب معايير الأداء الخاصة بهذه المخرجات معيار واحد ينفذ الترقيع في العمر المناسب أو في المعاد المناسب لأن احنا هنتكلم تفصيلا عن ذا كويس المعيار التاني منفذ عملية الخف وفقا لنوع المحصول احنا أبنائي وبناتي هو مبدئيا ما بنيجي نتكلم على وحدة من قومة حشاش وضبط الكثافة النباتية احنا ليه بنقوم الحشاش؟ وما هي الحشاش؟ أضرار الحشاش أنواع الحشاش كل دا لابد أنك انت تعرفه علشان تؤهل تأهيلا مهاريا ونكون قدرة عندك قدرة على الأداء في متوافق مع معايير الأداء يبقى هنا معايير الأداء عندي لابد أن احنا نؤدي هذه أو نكون خاضعين عملية التقييم بما يتوافق مع معايير التعلم يبقى معايير التعلم أو معايير الأداء هنا لما بنيجي نتكلم على الوحدة الأولى اللي هي وحدة من قومة الحشاش بنقول المعايير الأول يقاوم الحشاش كيميكانيكيا دون الإضرار بالمحصول الأصلي ويقاوم الحشاش كيمويا دون الإضرار بالمحصول الأصلي يبقى هنا الشرط هو أننا نتخلص من الحشاش التي قد تشارك المحصول الأصلي فيما يحصل عليه من غزاء أو عوامل مناسبة يحتاجها أو يتطلبها المحصول لكي ينمو نموا جيدا ويعطي كمية محصول مناسبة حسب الموصى به طيب المخرج الثاني هو ضبط الكسافة النباتية لما بقول ضبط الكسافة النباتية يعني إيه كسافة نباتية؟ كسافة نباتية يعني عدد نباتات في وحدة المساحة عدد نباتات في وحدة المساحة هذا العدد من النباتات عدد أمثل ومثالي نحدده يفقن لبطاقة أو المواصفات الفنية لهذا المحصول أو بطاقة الوصف لهذا المحصول حسب ما تم من معاملات بحسية إن هذا المحصول إحنا بنتكلم على توصيات فنية هذه التوصيات الفنية بناخدها من نتيجة بحس ودراسة كبيرة جدا تمت على هذا المحصول حتى نصل إلى هذه الحزمة من المعاملات حزمة المعاملات ده هي التي يوصى بها إليها بطاقة المعاملات الخاصة بكل محصول نتيجة لمعاملات بحسية تمت من قبل الهيئات العلمية أو مراكز البحوث أو أصحاب الخبرة في من يقوموا بتربية النباتات وإنتاج التقاوي طيب علشان نتجاوز ده بنتكلم على ضبط الكسافة النباتية يبقى إحنا نحصل على عدد مثالي من النباتات داخل وحدة المساحة هذا العدد يتراوح ما بين عدد إلى الأخر فيما يعني بيبقى منضبط إما يقولك 42 ألف نبات أو 30 ألف نبات تقوم تقول لي طب أنا حوصل له إزاي أقولك حنوصل لهذا العدد بأن تكون هناك مسافة بين الجورة والأخر ومعدل تخطيط مهم جدا هذه المعطيات أبناء وبنات بأنه يوصل للعدد المثالي للنباتات في وحدة المساحة وحدة المساحة دي قد تكون فدان 4200 متر أو أقل أو أكثر هذه العدد من النباتات بنحصل عليه من إين؟ من خلال ما يسمى بمعدل التخطيط اللي هو عرض الخط ومسافة الزراعة بين الجورة والأخرى هنا بنعمل عملية حسابية معينة إحنا مش هنعرضها دلوقتي ولكن بنقولك علشان توصل للعدد المثالي له لابد أن تقوم بعمليتين اتنين مهمين جدا العملية الأولى وهي عملية الترقيع للجور التي لم تنبت إحنا بعد ما بنزرع حينما يمر وقت منذ الزراعة وحتى الإنبات في هذا الوقت تتكشف في جميع الجور وتخرج فوق سطح التربة وهنا يستوجب علي أنا كمزارع أو مشرف أو متابع أن أنا نزور المزرع بتحتي في وقت بمجرد اكتمال الإنبات لما تتكشف جميع الجور بنمشي بعين واحد فاهم وفني وبيشوف الجور التي لم تنبت قبل أن نقوم بعملية وقوف على أسباب هذه الجور يجب أن نقوم بعملية الترقيع بسرعة وبزور من نفس الصنف طيب بسرعة ليه؟ بسرعة علشان يقل الفارق الزمني بين نباتات الترقيع وبين الجور الأصلية أو النبات الأصل لأن إذا جاد الوقت هنا حيبقى فيه منافسة كبيرة جدا بين النبات الأصلي وبين نباتات الترقيع ودف حد ذاته حيديني نتيجة سلبي أنا عايز النباتات تكون متقربة في السن وعايزها لما تمشي بمراحل النمو المختلفة تكون كلها في وقت واحد يعني فترة النمو تمر كلها بفترة النمو الخضري ثم النمو الثمري ثم الزهري ثم الثمري ثم العقد ثم النضج وتظهر علامات الحصاد في وقت واحد لإتمام عملية الحصاد ثم الدراس والتزرية للحصول على المحصول طيب عملية ضغط الكسافة ديت بتبدأ بعملية الترقيع أيوة تبدأ بعملية الترقيع وهي إعادة زراعة الجوار التي لم تنبد طيب كمان حاجة لو أنا زارع في كل جوارة عدد أزيد من النباتات من البزور علشان نضمن نسبة إنبات عالي خوفا من الظروف الجوية أو المهاجمة حشرية فبدل لو مطلوب عند نبات واحد في الجوارة أو نباتين بنزرع ثلاث بزور أو أربع بزور ونبته الأربع بزور هنا مطلوب إيه؟ حكس عملية الترقيع مطلوب عملية خف عملية خف يعني التخلص مما تحتويه الجوار من نباتات زائدة للوصول إلى العدد الأمثل من النباتات طيب هنبدأ نشوف أبناء وبناتي بقى اللي هو أدلة التعلم الخاصة بهذه الوحدة زي ما احنا شايفين أبناء وبناتي هنا بيقولك أدلة التعلم اللي وحدة مقاومة الحشائش وضبط الكسافة النباتية خد بالك بقى ده الجزئية دي اللي انت هتشتغل عليها الفترة اللي جاية مع المقيم بتاعك أو المدرس بتاعك علشان تبقى انت جاهز للتقييم أدلة التعلم المطلوبة منك إيه أبناء وبناتي يقولك فيما يخص مخرج التعلم يكافح الحشائش المعيارين اللي اتنين بتوعه اللي هما إيه؟ اللي هما يقاوم الحشائش ميكانيكيا دون الإضرار بالمحصول الأصلي اللي هو يقاوم الحشائش كيماويا في العمر المناسب مطلوب في أبناء وبناتي من أدلة مطلوب دليل آداء عبارة عن بطاقة ملاحظة ركز معايا مطلوب إيه؟ دليل آداء عبارة عن بطاقة ملاحظة هقولك يعني بطاقة ملاحظة ودي انت عارف طبعا الكلام ده من سنة أولى اتنين مطلوب كمان دليل دليل آداء في صورة دليل تساؤل شافوي دليل تساؤل إيه؟ شافوي طيب كمان حاجة مطلوب كمان دليل دليل آداء في صورة دليل تساؤل تحرير يبقى هنا أبناء وبناتي أدلة التعلم المطلوبة مختلفة ومتنوعة على حسب ما هو مطلوب أيوة هناك ما يسمى بيه دليل تساؤل عبارة عن بطاقة ملاحظة دليل تساؤل شافوي ودليل تساؤل تحرير طيب فيما يخص مخرج التعلم اللي هو نتكلم على واحد بقى المعيار الأولاني ده يقاوم الحشائش ميكانيكين شوف أنا بضربك بقى على إزاي تكتاز التقييم هناخد بقى معيار معيار ونبدأ نفهمك إزاي تكون جاهز جاهزية كبيرة لعملية التقييم هنا بيقولك إيه يقاوم المعيار ده بيقول إيه يقاوم الحشائش ميكانيكين اعتبر نفسك أبناء وبناتي الوقت في موضع تقييم فإحنا عن إيه هنقول المعيار الأولاني يقاوم الحشائش ميكانيكين دون الإضرار بالمحصول الأصلي هنا مطلوب منك أن تميز بين الحشائش والمحصول نعم بتقول ليه يا أستاذنا بقولك أبناء وبناتي لابد أن يكون الطالب قادرا على أن يميز يميز بين الحشائش والمحصول الأصلي ده هنا كلام مهم جدا يعني معناها أن أنت لازم تكون عارف الفرق بين النمو الخضري والمورفوليجي وشكل الأوراق أو شكل النبات المحصول الأصلي وشكل الحشائش علشان أنت هتقاوم إيه هتقاوم ميكانيكيا يعني بإيه بعملية الخربشة أو العزيق أو التأليع بالإيد يبقى هنا لابد أن يكون متوفر لديك المعلومة والخبرة لكي تميز بين الحشيشة والمحصول الأصلي اتنين يحدد الطالب العمر المناسب لمقاومة الحشائش مش في أي وقت أقاوم الحشائش لابد أن نحدد الوقت المناسب لمقاومة الحشائش إمتى بقى؟ لما تكون الحشائش ظاهرة قدامي وأقدر أميز بينها وبين المحصول الأصلي يعني نموها مناسب يحدد نوع الآداء المناسبة أو الآلة المناسبة لعملية المقاومة ينفذ عملية المقاومة آخر حاجة شوف خد بالك بقى يعني أنا لو ما جاء أطلب منك أو المقايم يطلب منك يقول لك إيه أنا عايزك تقاوم الحشائش في هذا المحصول بالطريقة الميكانيكية ما تجيش جاي رايح بسرعة واخد الأداة اللي أنت هتشتغل بها وتبدأ تتعامل لا لازم تقف الأول وتقول له يا أستاذ أنا لازم أقيم بين لازم أقارن ما بين الحشيشة وبين المحصول الأصلي والحشائش لازم أميز يبقى هنا المدرس بيعرف أن أنت لديك المعارف التي تؤمكنك من أداء هذه المهار بقى عندك مهار التمييز بين شكل الحشائش والنمو ومن حيث النمو وبين المحصول الأصل اتنين تحدد العمر المناسب يعني لو جاء المدرس المقيم بتاعك النبات في مرحلة إنبات المحصول الأصلي في مرحلة إنبات وقال لك أنا عايزك تقاوم الحشائش في هذا المحصول يبقى على طول بتقف تقول له يا أستاذنا لازم أحدد العمر المناسب العمر المناسب هو بعد ظهور الحشائش بشكل واضح وفي العمر الذي يجب أن نحدد فيه عملية المقاومة قبل أن تطغى الحشائش على المحصول الأصلي وتؤثر في نموه وتضعفه وتنافسه بشكل كبير وبالتالي هنا تحديد العمر المناسب مهم جدا بعد كده بتقف تقول له إيه طيب أنا هنقاوم الحشائش بأي أداة قلت لك يعني إيه أداة؟ قلت لها الأدوات إما أننا هنقوم بعملية الخربشة وهي عملية إثارة للطبقة السطحية للطربة بالغرض ست الشقوق وبغرض التخلص من الحشائش الصغيرة في مراحل نموها الأولى أو عملية العزيء إذا كانت الحشائش كثيرة أو معمرة أو إحنا عايزين مجهود علشان نقضى على هذه الحشائش دون خد بالك من المعيار أثناء وبناتي لاحظ أن الشرط هنا في أدائك دون الإضرار بالمحصول الأصلي إبقى هنا أنت وأنت بتؤدي لابد أن تكون مستحضر في ذهنك أن تحافظ على النبات الأصل وبس كده؟ حافظ على النبات الأصل وبس؟ لا ده في عندي وحدة مهمة جدا اللي هي وحدة إيه؟ السلامة والصحة المهنية اللي هي أن تكون متابعا لقواعد السلامة والصحة المهنية ليه؟ لأنك أنت بتمارس عمل زراعي أو بتشرف على العمل الزراعي أو بتنفذ مهارات بتكون في الحقل أو في المزرعة يبقى أنت حتكون معرض للظروف الجوية المختلفة ممكن تكون معرض لشمس قوية جدا في مباشرة في فصل الصيف يبقى لابد من أن تكون لابس غطاء للرأس يحميك من مخاطر الإصابة بضربة الشمس كمان حاجة مهمة جدا ممكن تكون أنت في الوقت ده بتمارس العمل خلال موسم الشتاء في أنطار وبالتالي لابد أن تكون لديك المعارف التي تعينك على اتخاذ القرار المناسب نزلت مطر وإنت دلوقتي عندك الحشائش حتقوم بعملية مقاومة ميكانيكية بعملية خربشة طب الأرض بقت خلاص بقى فيها تشبعت بنسبة الرطوبة وبالتالي مش هتقدر بتأجل العملية أو بتتخذ قرار آخر وهو المقاومة الكيميائية قرار البديل لو فيه أنطار كتير وحصلت أن الأرض بتاعت تشبعت بالمياه هنا بقى فكرة أن أنا بنؤهلك لمواجهة المشاكل وطرق حل المشاكل بالمنهج العلمي تكون قادر على اتخاذ القرار أنت دلوقتي بتشتغل في مزرعة أو بتباشر عمل في مزرعة أو في حقل معين وكلفت بمقاومة الحشائش على محصول المال واتخذت قرار بالمقاومة الميكانيكية ليه؟ لأنك أنت عايز عندك جوانب أخرى في ثقافة تانية أننا مش عايزين نلوس البيئة ومش عايزين نستخدم مبيدات وعايزين نطلع منتج عضوي وعايزين نحافظ على البيئة بتاعت من التلوس ونستشعر الطاقة الإيجابية في أن احنا بنحافظ على المناخ المحيط بينا يبقى احنا بنتكلم على أن احنا بنلجأ إلى اتخاذ القرار بأن احنا بنقاوم الحشائش بالطرق الميكانيكية لدرقة الخربشة فقلت فيه عامل من العوامل الطارقة ظرف طارق طارق عالية نازل فيه أمطار في فصل الشتاء الأمطار ديت بتمنعني أو بتحول دون إتمام العمل يبقى لازم يكون عندي بدائل لازم يكون عندي قدرة على مواجهة المشكلة وعندي حلول لهذه المشكلة بما يتوافق مع المنهج العلمي في حل المشكلات إيه المشكلة؟ أن أنا اتخذت قرار بأن أنا حقاوم هذه الحشائش مقاومة ميكانيكية بعملية إيه؟ بعملية خربشة وبعدين أثناء أداء لهذه العملية أو قيام بهذه المهارة وفقاً للمعيار بتاعي الجو مطر مطرة كبيرة جداً وتشبعت الأرض بالرطوبة وأصبحت إجراء العملية الخربشة بقى مستحيل أو صعب هنا قدام مني مشكلة فأنا ببدأ أفكر طب أنا هتغلب على هذه المشكلة إزاي؟ المشكلة بتاعتي إن أنا عايز أقاوم الحشائش وبطريقة محددة ثم واجهتني صعوبة أو ظرف جديد يحول دون إتمام العمل على طول أقول هناك بديل آه هناك بديل إيه البديل؟ قد يتخذ قرار آخر وهي مقاومة الكيماوية ليه؟ أنا لجأت ليه ليه؟ لأن قد يكون هناك تأخير الوقت لكي تصل الأرض إلى الاستحراص أو الجفاف المناسب لإتمام العمل بتكون الحشائش وصلت إلى نمو أو مرحلة سنية معينة يصعب فيها المقاومة الميكانيكية بعملية الخربشة يبقى هنا أقول إيه؟ خلاص إحنا حنوقف عملية المقاومة الميكانيكية وحنقوم بالمقاومة الكيماوية وده في الظروف اللي أنا بضطر لها طيب في حاجة تانية أسليب تانية للمقاومة اللي هي المقاومة إيه؟ التشريعية من الأصل من الأساس عندي أفكار أنا راجل مهندس زراعي لما نجي ندرس حالة الأرض الأول ونسأل قبل ما بنعمل دورة زراعية هي الأرض دي تنتشر فيها حشائش معينة ونبدأ نسمع ونجمع هذه المعلومات وبما جمعتوا من معلومة أتخذ قرار اختيار المحاصيل يعني إيه؟ يعني إيه؟ يعني لو عندي أرض فيها قطعة مزرعة مئة فدان أو تسعين فدان أو أيا كانت المساحة وأنا بسمع وبجمع معلوماتي قال لي أن هذه القطعة توجد فيها حشائش كان موجود منزرح فيها محصول السنة اللي فاتت المحصول الشتو عبارة عن الفول البلدي أو محصول صيفي عبارة عن الأرز ولاحظنا أن الفول البلدي فيه كمية هالوك كبيرة جدا حشيشت الهالوك كبيرة جدا وكما لوحظ أيضا أن محصول الأرز فيه كمية من حشيشة الدنيبة كبيرة جدا في الأرض وخشت مجهود كبير وطاقة كبيرة ونفقات كبيرة في مقاومة هاشيشة الحشيشة وبرضه لم نتغلب عليها بنسبة 100% وبقيت حتى تكاثرت واختلطت مع المحصول وكانت مشكلة كبيرة في العام الماضي أنت بتاخد المعلومة دي بتسمحها من مين؟ بتسمحها من المشرف على المزرعة اللي هو قبل منك أن أنت تشتغل معاه وإنت هنا بصدد اختيار المحاصيل لسه هتزرع يبقى قطعة الأرض اللي كانت منزرعة بمحصول الفول وتطفل عليها حشيشة الهالوك أقول هذه القطعة هنزرحها السنادي بالبرسين أو هنزرحها السنادي بالآمحة يقوم نسأل نفسي أنا عايز فول أقولك لا 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 ما ينفعش أزرع في هذه القطعة فول خاصة من العام الماضي كانت منزرعة بنفس المحصول وتخصص عليها أو نام عليها حشيشة من الحشيشة المتخصصة وتدهور المحصول وبوناء عليه هنا بقى المقاومة المقاومة باتباع دورة زراعية بفكر على الورقة بتقاوم الحشيش طب لو زرعت في نفس المنطقة الفول اللي أنت كنت عانيت من المشكلة دي السنة اللي فات يبقى أنت كده ليس لديك رؤية وغير جدير نفس الكلام يقال على المحصول الصيفي لو عندي محصول صيفي زي محصول الأرز ونبت فيه أو وجده أنه وجده أن هناك حشيش الدنيبة موجودة في هذا المحصول والقطعة دي هيزة زراحها محصول أنا عندي ثلاث محصول في الصيفي عندي محصول الأرز الزورة الشامية وفول الصوية مثلا أختار إيه فيهم؟ أختار أي محصول من الاتنين ما يكونش ما بينهم الرز الأرز اللي إيه؟ لأن القطعة دي كانت منزرعة الرزة السنة اللي فاتت وهذا المحصول اللي هو الأرز كانت قد تطفل عليه حشيشة الدنيا وأثرت في نموه تأثير نظار وتأثير سلبي وبالتالي أختار محصول آخر يزرع هنا حتى لا يكون عائل لنموه حشيشة التي تطفلت عليه في العام السابق هنتناول مع بعض أبنائي وبناتي نرجع تاني لشاشتنا علشان نتناول مع بعض بقى الكلام باقي المعايير فيما يخص خد بالك معايا نفس المخرجة هو يكافل الحشائش في المعايير التاني يقاوم الحشائش كيماويا في العمر المناسب نفس الكلام اللي احنا قلناه ووضحناه أبنائي وبناتي يحدد أنواع الحشائش لا بد أنك تعرف المحصول ده بيخرج فيه حشيشة إيه؟ هل هناك حشائش تخرج فيه؟ آه هناك بعض المحاصيل الشتوى يخرج فيها حشائش عريضة الأوراق ورفيعة الأوراق ولكن هناك حشائش متخصصة تؤثر عليه تأثير ضر هنقول أمثلة هنقول أمثلة اتنين يتابع تحديد نوع المبيد وكميته طالما هنتكلم في المقاومة الايه؟ الكيماوية يتابع رش المبيد على كافة المساحة بنفس الكثافة ماشي؟ وقال لا يترك أجزاء دون رش يتخلص من العبوات الفارغة بشكل آمن مهم جدا هي دي بقى المحافظة على البيئة بتاعتي بص يختخلص من العبوات الفارغة بشكل آمن يبقى أنت لما أنت تخضع للتقييم في المعيار ده قدام المدرس بتاعك وقال لك إيه؟ اعتبر هذه القطعة فيها كمية من الحشائش وأنا حاخد القرار بأن أنا هنقومها كيماويا مطلوب منك إيه يا بش مهندس؟ هتقول له يا أستاذ مطلوب مني أن أنا أتعرف على نوع الحشيشة الأول التي نبتت في المحصول بتاعي وأحدد على أساس نوع الحشيشة دي أحدد نوع المبيد وكميته وده بيبقى فيه متخصصين في هذه الجزئية مش أنت اللي بتحددها لأن هذه المبيدات استعمالها يكون بحذر شديد جدا 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 لأنه قد تستعمل مبيد لمقاومة حشيشة أو مكافح حشيشة فيقضي على المحصول الأصلي ليه؟ لأنك إنت لم تكن لديك المعلومات الكافية لاختيار المبيد المناسب للقضاء على هذه الحشيشة في هذا المحصول وبالتالي فإنت لما بنتكلم أبناء وبناتها على تحديد نوع المبيد مهم جدا أن إحنا نحدد أنواع الحشيش من حيث أنها عريضة الأوراق ولا رفعة الأوراق حشيش شتوية ولا حشيش صيفية حشيش مائية ولا حشيش غير مائية على شكل كده كل هذه المعلومات بيتوقف عليها أن إحنا بنقول حنقوم الحشيشة بأي مبيد يتابع رش المبيد تكون مهم جدا شوف على الشاشة بتاعتي بقولك إيه يتابع رش المبيد أنا خلاص جهزت المبيد بالتركيز المناسب وبدأت أحضر الآلة المناسبة وعبتها بالمبيد أبدأ أرش المبيد بطريقة صحيحة في اتجاه الرياح مع إيه؟ مع اتباع إجراءات السلامة والصحة المهنية يعني إيه؟ يعني أكون لابس حاجة تحميني فرول يمنع رشح المبيد ووصوله حتى وإن كان هذا المبيد غير سام ولكنه مبيد كيماوي يعني مادة كيماية قد تؤثر على الجسم وقد تؤدي إلى حدوث بعض المشاكل المرضية حينما يهمل اتباع قواعد السلامة والصحة المهنية طيب أنا خلصت عملية الرش أبدأ أتخلص من هذا المبيد أو أتخلص من العبوات الفارغة للمبيد كما أراعي حاجة مهمة جدا المفروض تكون هنا موجودة ومكتوبة اللي هي إيه؟ نظافة الأدوات أو المعدات المستخدمة أهم جدا 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 اللي أنا بقول فيه دي أبناء وبناتي نظافة المعدات المستخدمة في عملية الرش ليه؟ لأن نظافة المعدات المستخدمة في عملية الرش مهمة لأن إحنا هنا حنبدأ نعمل عمليات أخرى بهذه المعدة يعني أنا لو استخدم مطور رش ظهري أو رشاشة ظهرية وأنا عبيتها بمبيد وبدأت هذا المبيد أنا اخترته بناء على إيه؟ اخترته لمقاومة حشيشة معينة في محصول معين لابد كلام ده مهم جدا أبنائي وبناتي لابد قبل استعمال مبيدات الحشاش لابد من غسل المعدات غسلا جيدا تغسلها كويس جدا 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 قبل الاستعمال ثم بعد الاستعمال تغسلها جيدا جدا جدا علشان تتخلص من بقايا المبيد الموجودة داخل هذه المعدات التي قمت باستخدامها في الرش طب ليه أنا رشيت؟ ليه أنا نظفت المعدة اللي هو مطور الرش أو الرشاشة الظهرية قبل ما استخدم ليه نظفتها؟ وليه نظفتها بعد ما استخدم أنا نظفتها قبل الاستخدام ليه؟ حتى لا يكون بها بقايا مبيد آخر قد يؤثر على المحصول بتاعي ويقضي عليه يبقى هنا أنا بأكد وباطمئن تماما من نظافة المعدة ودي أهم نقطة عندي أنا في عملية التقييم لما يجي المدرس بتاعك يقولك قادي الرشاشة أو المطور وقادي الأرض وقادي المبيد جاهز وجاب لك كده سائل محطوط مية أو سائل فعلا وقال لك هذا أنا عايز أقاوم القطعة دي بعملية الرشاشة وقام أول حاجة تفكر فيها إنك أنت تلبس الملابس الواقية التي تحميك من خطر استخدام المبيدات حتى وإن كانت غير سامة لكنها زي ما أنا قلت مبيدات كيميائية مركب كيمياء يبقى أولا قبل كل شيء حينما تكلف ما هو مش المهم بص أبنائي وأبناتي أثناء التقييم مش شرط أننا ننفذ العملية بكاملها يعني المدرس أو المقايم بتاعك لو خدك الحقل المخصص للجدارات في برنامج فني إنتاج محاصيل وقال لك أنا عايزك تقاوم الحشاشة الموجودة في الأرض دي مقاومة كيموي أنت ما تجيش بقى ساعتها تقوله أنا مطلوب أن أنا أحدد المبيد وأعرف الحشاشة وأجاهز المؤدوات وهو مش هيقعد دلوقتي كله ولكن المقايم ممكن يقولك دية أدوات الرش وده المبيد محطوطة هو تعتبر المية المياة الموجودة قدامك ده مبيد وعايزك تقاوم الحشاشة في قطعة الأرض دي أول ما بيجي بزهنك تفكر فيه أنك أنت تلبس الملابس الواقية اللي هي بما يتفق مع العملية التي تقوم بها وهي عملية الرش ثم تبدأ فيه غسل الأدوات هم جدا لو بدأت تتعبي المعدات بتاعتك النطور الرش أو الرشاشة الظهرية بالمبيد على طول اللي هو المدرس اللي هو لك عملية إعداد مسبق أو اللي هو حتى سائل وانت شايفه أنه هو مايا وهو قال لك اعتبره مبيد لو بدأت تحطه في الآلة هنا أو الرشاشة أنت غير جدير ليه يا أستاذ ما هو دي خطوات أقول لك لا قد تكون هذه الأدوات أو المعدات سبقا استعمالها في مقاومة حشيشة على محصول أخر والحشيشة اللي انت حتقومها دي حشيشة أخر والبقايا المبيد الموجود في الأداء أو في مطور الرش حينما يختلط بالمبيد بتاعك هيحرق المحصول ويبقى أنت كده ضيعت المحصول بتاعك وقضيت عليه ليه نتيجة لأن انت منتج جدير انت مرتبتش خطوات عملك ما قمتش بتنظيف الأدوات تنظيفا جيدا مما قد يكون باقيا فيها أو متبقيا فيها من مبيدات نتيجة من استعمالها سابق طب أنت نظفت خلاص المطور أو الرشاشة خسلتها كويس جدا تبدأ تحط فيها تملاها بالمبيد وتبدأ تتعامل بعملية تبدأ عملية الرش عملية الرش لو كان فيه ريح الرياح يعني رياح هي اللفظة الصحيحة بتاعتها لو كان فيه رياح بنبدأ ناخد قراري أن أنا نمشي في اتجاه الرياح مش عكس اتجاه الرياح لأن أنا واناشي في اتجاه الرياح هنا الهوى هيساعدني على انتشار المبيدات على المسطح الأخضر للنبات أو على سطح الأرض تمام؟ وكمان حاجة المبيد حيبقى ماشي قدامي أو في موازلية مش حيرجع الرزاز بتاعه على جسمي لو أنا ماشيت في اتجاه الرياح الرياح يبقى هنا أما بنافذ العملية بنافذ العملية بما يضمن ليه إن أنا أمشي في اتجاه الرياح اتنين عملية الرش تكون على الأرض بشكل متوازن دون أن نترك أماكن بدون رش ليه؟ لأن الأماكن اللي هي حتترك بدون رش حيتغلب فيها الحشيشة على المحصول الأصلي ويقضى على المحصول الأصلي ويبقى أنت كأنك مرشتش لو تركت أماكن بدون معاملة يبقى هنا أنت غير جدير يبقى أثناء العمل وإنت ماشي في المزرعة لأن أنا ممكن أقيمك في الجزئية دي بس أقول لك شيل الرشاشة دي أو شيل المطور دي ويبدأ عمل المساحة دي كأنك بتكون بعملية الرش فعلا يبقى هنا أنت لما تبقى ماشي تبقى ماشي بخط مستقيم وتبقى ماشي في صورة نصف دائرة وحينما تصل إلى نهاية الحقل تكون جاي في المرجع الآخر عامل حسابك أنك أنت تغطي المساحة لكي لا تبقى مساحة بدون رش بين المرجع والآخر أو الشوت والآخر ذهابا ويابا في الحقل حتى وإن كلفك كذلك أن تضع علامات آآ آآ شاهد كده أو علامة أو راية علشان خاطر وإنت خرجت الآخر للحقل وإنت راجع ما تبعدش عن المشوار بتاعك آآ علشان خاطر تحكم عملية الرش هبا هنا وبعد ما خلصت بقى أنت خلاص أنت المدرس قال لك خلاص أنت كده تبمنت العمل بتاعك ما تجي إيش جاي الشاي للمعدة بتاعتك أو الأداة بتاعتك أو الرشاشة وجاي حتطع على الأرض غير جدير تقول ليه يا أستاذ أقول لك لابد أنك أنت تقول للأستاذ بتاعك بعد ما انتهيت من العمل لابد أن أقوم بتنظيف الأداة اللي أنا استخدمتها أو المعدة اللي أنا استخدمتها أي أن كانت زواء مطور أو رشاشة يقول لك تمام طب أنت ما أنت غسلتها في الأول أقول لك ما أنا مضمنش أن المزارع اللي بعدي مني أو أنا ممكن أنسه وتكون المعدة دي بتاعتي وأركنها في المخزن وبعدين أستعملها بعد كده في مقاومة حشيشة أخرى على نبات آخر فيقضي على النبات الأصل يبقى هنا تحسبا أنظف أعمل عملية تنظيف للمعدات بتاعتي قبل الاستعمال وبعد الاستعمال ثم أقوم بتخزينها في مكانها بشكل آمن يبقى لي حاجة مهمة جدا المدرس بتاعك سيبلك برطمان كده أو عبوة بلاستيك أو كيس وقال لك ده اللي كان فيه المبيت هتخولك كده على الأرض تعمل في إيه؟ لابد أن تتخلص منه بشكل آمن بشكل صحي ما تجيش جاي رميه تقول له أستاذ ما أنا هسيبه كله على الأرض أو هرميه في الزبال لا 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 ما فيش حاجة اسمها كده لابد أن يدفن أو يستعمل أو يتم التخلص منه بشكل آمن هرميهوش في مجاري مأي؟ كمان ما بيسيبوش في متناول الأطفال من ما أتركوش في الأرض حتى لا ينتقل من مكان إلى مكان ويكون عرضة لعبس من لا يعي التعامل مع هذه الخطورة بكده يبقى أنت طالب جدير بالفعل كده يبقى أنت طالب إيه؟ جدير بالفعل يبقى أبنائي وبناتي في أدائك للمهارة وفقا للمعيار لازم تكون واعي تماما أثناء التقييم ما هو مطلوب منك أنا مش بحفظك معلوم لا 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 أنا بنزودك بمعلومة علشان تكسبك المهارة وإنت بتؤدي هذه المهارة تؤديها وفقا لمعايير الأداء وحسب معايير الأداء بالضبط تقيم لأن الموضوع مش شاكلي الموضوع لابد أن تكون جدير بالفعل وحينما تكتسب الجدارة مش هتنساها أبدا خلاص لأن هذه الجدارة أنت اكتسبتها بالفعل وهتبقى معاك رصيد في مخزون ذهنك ومهاراتك تؤديها في أي وقت ما تطلب منك ذلك حتى لو جات هذه الجزئية في التقييم النهائي أو في المهمة فأنت حتؤديها حتى لو كانت هي جزئية أو وحدة أو مخرج من الصف الأول ليه؟ لأن الجدارة هي ممارسة ممارسة فعلية للمهارة هي أداء للمهارة والمهارة هي ما اكتسبته نتيجة لمعارف أنت حصلتها هذه المعارف بتصغها في صورة إيه؟ في صورة مهارات يعني بكده أبناء وبناتي إحنا لما بنتناول بنتناول فيما يتوافق معاك منقول بطاية ملاحظة زي ما نشايفين كده يبقى بطاية ملاحظة طب دليل الآخر إيه؟ عرف الحشائش أو أذكر نوعين من الحشائش العريضة الأوراق أو أذكر نوعين من الحشائش الرفيئة الأوراق ده النموذج ده هو اللي انت هتتقيم فيه اللي هو المقيم بتاعك هيسأله لك ويبدأ يتعامل معاك على أساس ما تحصله من معارف لأن تحصلك لهذه المعارف يؤهلك للقيام بهذه المهارة وفقا لمعيار الأداء يقول لك إيه؟ أذكر ما يجب مراعاته عند رش المبيد وده قلناه تفصيلا مبيدات الحشائش ده إذا كان إيه؟ إذا كان المطلوب هو دليل تساؤل شافوي قد يكون المطلوب دليل تساؤل تحرير بيجيلك مجموعة من الأسئلة زي اللي انت شايفة كده أبنائي وبناتي في ورقة في ورقة امتحانية وهذه الورقة الامتحانية بتحفظ بعد إجاباتك في ملف الإنجاز بتاعك يعني إيه؟ يعني يكون صغة السؤال بالشكل اللي قدامنا ده ضع علامة صح أمام العبارة الصحيحة وعلامة خطأ أمام العبارة الخطأ واحد حشيشة النفل أو دليل القط من الحشائش رفيعة الأوراق شوف هو قال لك إيه؟ إديك أسئلة تحريرية هذه الأسئلة التحريرية أيا كان المعنى بتاعها مطلوب منك إنك إيه؟ تجاوب عليه؟ طب هتجاوب عليها إزاي؟ هنديك بقى المعارف اللي هي خليك تجاوب على هذا النموذج فوراً بس إحنا نشوف كده النموذج يبقلك حشيشة زيل القط من الحشائش رفيعة الأوراق صح أو الله خطأ؟ حشيشة الرجلة من الحشائش رفيعة الأوراق هنا مطلوب منك تحكم على صحة أو خطأ هذه إيه؟ العبارة أو الجملة أو المعلومة العزيء من طرق المقاومة الميكانيكية للحشائش من طرق انتقال الحشائش رعي الحيوانات بالأرض بعد الحصات كل ده عبارة عن معلومات أو جمل هذه الجمل مطلوب تصويبها بصح أو خطأ المقاومة الكيماوية للحشائش من أفضل طرق المقاومة طبعا هنا إحنا علشان نجاوب على هذه النموذج اللي هو دليل التساؤل التحريري لابد أن يكون لدي معلومات معرفية طيب قبل أن نعرض عليك المعلومات المعرفية لما بنجي ناخد نموذج كده المقاومة الكيماوية للحشائش من أفضل أنواع المقاومة يا ترى الجملة دي لو أنا بحكم على صحتها صح ولا خطأ فكر كده فيها أبناء وبناتين أنك أنت حتتب معاك الورقة بتاعتك بنفس هذه الأسئلة ومعاك ألمك وأفكارك في دماغك دي مش مهارة بقى ديت عبارة عن إيه دليل تساؤل تحرير لقياس لقياس ما حصلته من معارف تساعدك على القيام بمهارة يبقى هنا بالنسبة للسؤال ده المقاومة الكيماوية تقوم تسترجع تقول لا ها ده المقاومة الكيماوية إحنا لا نلجأ لها إلا في الظروف الصعبة وفي أضيق الحدود يبقى عمرها ما هتبقى هي أفضل الطرق لأن إذا كان عندي بدائل لمقاومة الحشائش بالطرق الميكانيكية أو بالطرق التشريعية أو باتباع دورة زراعية أو بالعزيق أو الخربشة أو الحرق أو غير ذلك من الطرق أو الحرث يبقى هي الأفضل ليه؟ لأنها كلها معاملات لا ينتج عنها تأثير ضار أو لا ينتج عنها تلوس للبيئة وتأثير على المناخ يبقى هنا الجملة دية خطأ لما نيجي نقول من طرق انتقال الحشائش رعي الحيوانات بالأرض بعد الحصار يا أولاد هو إيه العلاقة بين رعي الحيوانات وبين الحشائش؟ آه أقول لك طبعا مهم جدا ده حتى الطيور هي وسيلة من وسائل نقل الحشائش حتى المياه وسيلة من وسائل انتقال الحشائش حتى الرياح وسيلة من وسائل انتقال الحشائش إزاي؟ أقول لك إزاي؟ إحنا لما بنتكلم على طرق انتقال الحشائش الحشائش قد تكون بزورها عبارة عن بزور زي البراشوت كده لبعض أنواع النباتات فتطير هذه الحشائش بفعل الرياح من مناطق إلى مناطق أخرى زي بعض الحشائش زي حشيشة الجعضيد مثلا هذه الحشيشة تطير البزور بتاعتها لأنها بزور بيبقى لها أجنحة أو مجموعة من الأهداف زي البراشوت كده بيحملها تحملها الرياح وتنقلها في أماكن من أماكن إلى أماكن أخر وبالتالي تعتبر الرياح من وسائل انتقال الحشائش المياه لو تكاثرت الحشائش وانفرطت بزورها في المياه وانتقلت عبر المياه الجاري من مكان إلى أخر وسيلة من وسائل انتقال الحشائش الطيور حينما تتغزى على الحشائش وتختلط فضلتها ببزور الحشائش التي لم تقدر العصارة الهضيمة على هضمها وبالتالي بتكون مصدر لانتقال الحشائش وبالتالي الحيوانات الحيوانات حينما ترعى تتغزى على الحشائش اللي هي بتكون في هذه المراحل بعد الحصاد بتكون مكونة لبزورها فتتغزى الحيوانات المراعي أو حيوانات المزرعة على هذه الحشائش وتختلط بزور الحشائش بمخلفات هذه الحيوانات التي تستخدم فيما بعدك سماد عضوي وبالتالي تعتبر مخلفات الحيوانات حيوانات الرعج أو حيوانات المزرعة من ضمن وسائل انتقال الحشائش كل ده أبناء وبناتي احنا بنعي تماما أثناء تقييمنا وأثناء وجودنا في موقف تقييم يبقى هنا اكتسابك للمعرفة مهم جدا 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 لكي تكتاذ المهارة وفقا لمعيار الأداء بعد كده مطلوب مني أن أنا إيه أعرض لك مجموعة من المعارف علشان خاطر نعرف إزاي ننتقل أو نكتاز تقييم هذه الوحدة نعرف الحشائش طب إيه هي الحشائش زي ما احنا شايفين كده أستاذ المخرج المحترم عرض لكو على الشاشة الحشائش هي أي نباتات غريبة عن المحصول الأصلي خد بالك من التعريف شوف أي نباتات غريبة عن المحصول الأصلي تنمو في أماكن غير مرغوبة نمت في أماكن مش مطلوبة أن هي تنمو فيها ولها تأثير ضار على المحصول ده تعريف الحشائش يبقى أي نباتات غريبة عن المحصول الأصلي خد بالك معايا لأن التعريف ده هيكسبك معلومات كثيرة جدا أي نباتات زي ما أنت شايف كده على الشاشة أي نباتات أي نباتات غريبة عن المحصول الأصلي تنمو في أماكن غير مرغوبة يبقى قد تكون هذه الحشائش نباتات محصول آخر نافع ينمو في هذا المحصول وغير مرغوب فيه زي إيه؟ زي أنا زارع محصول الفول البلد ولقيت فيه نبات أمح ما هو ده الشت وده الشت هنعتبر بقى نبات الأمح محصول؟ لا 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 أنا أعتبره حشيشة ليه؟ لأن أنا زارع إيه؟ أنا زارع محصول في البلد وظهر فيه حشيشة نبات تاني زي إيه؟ زي نبات الأمح أعتبره حشيشة وبنشيله إضافة إلى الحشيش الأخرى التي قد تكون متقصصة على هذا المحصول كده أبنائي وبنادي بنكون أنا استعرضت معاكم في هذه الحلقة كيف تكون معدا إعدادا جيدا للتقييم في هذه الوحدة اللي هي وحدة مقاومة الحشيش أو مكفحة الحشيش ليبقى لنا إن شاء الله في حلقة من الحلقات القادمة نستعرض معاكم كيف تكون معد إعدادا جيد للتقييم في وحدة ضبط في مخرج ضبط الكسافة النباتية إلى هنا تنتهي حلقة اليوم أعدكم بلقاء قادم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته